تحية طيبة أصدقائي ما هي حقيقة الإيمان بإله لماذا تؤمن الناس بإله بالطبع أنا فكرت بهذا الموضوع لفترة طويلة ووجدت الكثير من الأفكار التي تسعفنا على فهم أو تصور حقيقة الموضوع المهم تعطينا مفاتيح لهذا الموضوع أنا أرى بأن حجة الإيمان هي حجة وصولية انتهازية هدفها من قبل كل إنسان استثمار عملة روحية يطلبها الجميع فأنت حين تدعي إيمانك بإله ما إله المسيحي أو الإله الشيعي أو الإله السني أو الإله المسلم عموما أو أي إله كان أنت تحاول أن تعيرني أو تقدم شيء أنت تتميز به عليه إيمانك بهذا الإله يوحي بأنك أفضل مني وأنك تنخرط أو تتبع إيمان معين بإله معين وهذا الإله يكفيك ويغنيك بكل شيء وبالنتيجة النهائية أنت أفضل مني وأنا في حالة مختلفة عنك وإن كنت في حالة أفضل منك ماديا أو بشكل عام فهذا يعني بأنني أسيره في طريق خاطئ هذا الإحساس عند المتدينين إحساس هو به نوع من العنصرية نوع من التمييز لكنه إحساس ضروري ويحينا إلى التفكير هل أن الإله هو الذي طالب بالإيمان أم أن الإيمان والإله إختراء جراء من قبل الإنسان نفسه فإنت حينما تميز نفسك عني وتفضل إيمانك علي على الآخر الذي لا يؤمن بنفس إيمانك هذا معنى أنه أنا خارج على أعرافك وتقاليدك ودينك بشكل عام هذا بالنتيجة النهائية هو نوع من التصفي الجسدية والمعنوية وحتى الاقتصادية هذه النتائج العملية للإيمان التي تحدثت عنها تكشف السبب الحقيقي للإيمان وأيضا سبب انتشار فكرة الله هنا الهدف هو التمييز والتفضيل وتقديم أحد على الآخر ووضع تراتبيات معينة خاصة بكل إنسان إحنا دائما أكون مثل مشهور أعتقد أن طبق على كلامي للتوضيح وأنه دائما نقول أن الحاجة هي أم الإختراع والحقيقة أن الله هو الإختراع لأننا بحاجة إلى هذا الإختراع قديما قال فولتير مرة أن لم يكن هناك لا فلابد من أن نخترعه بالضبط وهذه الفكرة الأساسية لكن أنا سأقدمها بطريقة فيها أمثلة كثيرة تسعفنا على فهم ما يجري الحقيقة أن الله هو أداة مفهومية جرى ابتكارها بفعل حاجة ماسة له من قبل من؟ من قبل الناس أو كل إنسان لماذا كل إنسان بحاجة لهذا الإله؟ هو بحاجة لهذا الإله لأنه لا يوجد إنسان يعيش بمفرده ولا يوجد إنسان يولد ويعيش وينمو ويكبر بدون مساعدة الآخرين وبدون وجوده داخل وسط جماعي أو اجتماعي أي أن اختراع الإله هو ليس لأنه لأن هناك إله موجود هنا أو هناك لا نحن بحاجة لاختراع هذا الإله وبغض النظر عن وجوده في أي مكان أو زمان لهذا تشوف لاسبب تلاحظ بأن الإله هو حتى لو كان موجود هنا أو هناك أو في أي مكان أو نزل أو هبط كما تقول الروايات فهذا الذي يضيف إلى الأمر شيئا ليس المهم أن يكون الإله موجودا المهم أن نؤمن به لاحظوا هنا الفرق الهائل بين الأمرين نحن نؤمن بالإله لكنه أن يكون موجودا فعلا ومتجسدا ربما يفسد الأمر تماما لأن الهدف هو من وجود الله هو ابتكار أداة للربط بيني وبينك وبين الآخرين وأيضا أداة للوصل للفصل ليس للوصل فقط عندما أنا أؤمن بأنني بهذا الإله وأنت لا تؤمن به فهذه أداة للفصل وتحدد لي من أنت ومن تكون وأقيمك وأعطيك صفة معينة وأعطيك رتبة معينة وبعد ذلك أسمح بدخولك عليه أو لا أسمح سأوضح هذا بعد قليل كما قلت أن الله هو أداة مفهومية جرى ابتكارها بفعل حاجة ما سأله أي أن الإله أو الله ليس موجودا هناك ولا حتى هنا ولا في أي مكان والزمان إنه موجود بوجودنا كبشر ويغيب وغائب بغيابنا هو موجود معنا فنحن من اخترعناه ونحن وحدنا من قتلناه ربما قد ما يتطلب الأمر ذلك وكثيرا ما قامت الناس بقتل آلهتها وبدلتها وبدلتهم بشكل تعسفي أو مع الزمن والتاريخ يشهد بهذا الأمر يشهد بأنه كثير من الأقوام اختروا آلهة جديدة بدليل أنه مثلا ديانا المسيحية تم فرضها على الجميع ومن قبل عندما تمنتها الامبراطورية الرومانية وفرضت على الجميع بعد مجمعات نيقيا وخلق دونيا وتم يعني في خاصة في أوروبا كانت هناك عشرات الأديان الوثنية أو الأصلية في أوروبا وتم القضاء عليها جميعا وهذا مسألة معروفة والناس بعد ذلك آمنت بهذا الإله وبالتالي الناس قتلت آلهتها وبدلتها كما تشاء أيضا حتى نقلل بجنوب العراق كان مؤظم جنوب العراق كانوا من السنة مذهب السني وبعد ذلك تحولوا للمذهب الشيئي أيضا إيران كان مذهب السني وهكذا أيضا أندونيسيا دخل الإسلام عن طريق التجار وتحولوا بسرعة فقتل الآلهة مسألة طبيعية جدا وهذا مؤشر للكلام اللي أقوله دائما بأن الإله الموجود هو نوعا ما تبديل القوانين أو تبديل الشريعة أو التقاليد والعادات التي تربط بيني وبين الآخرين يعني من الآخرين من الجماعة التي ولدت ونشأت فيها بالتالي أنا الفكرة الآن أقولها ماذا أعني تحديدا بقولي بالحاجة أنا أقول مثلا أن نحن عندما نصلي معا أو نؤمن بإله ما معا فهذا قد لا يكفي كيف يعني هو هناك إله اتفقنا على عبادته وعلى الإيمان به وعلى الصلاة له وعلى تطبيق شريعته وأداء طقوسه وفرائضه لكن هذا لا يكفي لوحده لأن هذا الالتزام يجب أن يرافقه اعتراف بأن هذا الإله هو مشترك بيني وبينك وإلا تفسد العملية لا بد من وجود مجموعة من المؤمنين أو من المصلين أو من الذين يمارسون الطقوس لكي يحدث هذا لكي يكون الإله قيمة وأكرر كلمة قيمة بدقة لماذا؟ لأنه هذا الاله هو عبارة عن ما أسميه العملة الروحية التي نتعامل فيها فيما بيننا مثل ما نتعامل بالمال والعملات النقدية بدون هذا التعامل بيني وبينك بهذه العملة الروحية لا أستطيع تقييمك ولا أستطيع أن أضعك في رتبة معينة من الألاقات فيما بيني بيني وبينك وبين الآخرين من البشر جميعا سواء كان يؤمنون بهذا الإله نفسه الذي لدي أو لا درجة إيمانك بهذا الإله بالتالي يجب أن تكون عالية بما يكفي لكي أعرف درجة تعامل معك يعني هي مسألة الإيمان بالآلهة أو بالإله هي معرفة الهدف من أتهاء ليس أن أؤمن فقط أنا بها لا وأرتقي بهذا الإيمان وأحسنه مع الوقت وأعمل على زيادته مع الوقت وترصينه والدفاع عنه أيضا عن هذا الإيمان لكن أنا هدفي دائما أن أعرف درجة إيمانك بهذا الإله ودرجة كل شخص حولي بإيمان بهذا الإله لماذا؟ لأن لم أتأكد من هذه المعلومة ستختلف كل التقييمات ستتغير جميع أنواع العلاقات بيني وبين الآخرين وسأتابع هذه العلاقة بيني وبين الآخرين على هذا الأساس وستحدث بعد ذلك عن هذا الموضوع كيف ما هي ردة الفئة الكثيرين في القناة في قناتي عندما أتحدث بطريقة نقدية قاسية حول ما يتعلق كل ما يتعلق بالدين مثلا أنا كيف أقيم الآخرين من من مجائلي المؤمنين بالدين وبالإله نفسه مثلا عندما هناك شخص لا يلتزم بالصلاة هذا سأطيه درجة أقل وسأحاسبه وسأحدد علاقتي معه أو يعني أضع أضعه تحت لافتة أو تحت خانمة خانة قيمية وتمييزية ما مثلا عندما أتعامل معه اقتصاديا أعرف كيف أتعامل معه لا أعتقد أنه هذا الشخص هو من المزكي لا ينال مني تزكية عالية شخص ملتزم أكثر من الآخرين بالصلاة هذا سأمنحه درجة أعلى لماذا هي ليست القضية أنه يصلي أو لا يصلي قضية بحذاتها قضية أنه هو ملتزم بعوامل أو بقوانين الضبط الاجتماعي المتفق عليها بين الجماعة التي أنتمي إليها فبالتالي أنا أحدد درجات تمييز كل شخص عن الآخر هذا أيضا يفسر لنا ما فأدت هذا التحليل هو هذا التحليل يفسر لنا لماذا يحاول دائما المؤمنين الإعلان عن إيمانهم أنا بارحة أكثر من رسالة جتنا عن أشخاص يقفون في ممرض طائرة ويصلون أو يقطعون الشارع ويصلون ليش لأن المؤمن دائما يحاول أن يعلن عن إيمانه لماذا لأن الإعلان يحدد قيمته يعني بالضبط مثل التاجر التاجر لابد أن يعرض وضعته لكي تصبح معروفة ومتداولة والسبب واضح لأنه الإله كما قلت بالبداية أن الإله أو الإيمان بالله أو بالدين عموما هو دين محدد عموما هو يتعلق بالشأن الاجتماعي لا علاقة له بالشأن الفردي لأن لا تجد شخص يولد ويعيش في غابة مثلا ويؤمن بدين محدد هذا أكاذيب نشرت بطريقة أو بخرى لكنها ليست حقيقة وهذا الهدف من أجه تقليص حجم الدين ودورة في المجتمعات البشرية هذا يؤدي بعد ذلك إلى ظهور نوع من التمييز الأنصري بين البشر فيصير يعني يصير مورة يعني تمييز هذا التمييز يظهر من خلال عامل واختراع اسم الله واسم الدين واسم الإيمان هذا الاختراع هو الذي يحدد ويقرر مدى التمييز بينه وبينك حين يظهر مثلا على سبيل مثال من لا يؤمن بهذه العملة الروحية التي اسمها الله أو اسمها المسيح أو اسمها بودا أو اسمها النيرفانا أو أي اسم من اسماء الدينية المعروفة أو التاو أو الدارما هذه عندما يظهر شخص لا يؤمن بهذه العملة الروحية ولا يتعامل بها أو حتى ربما لا يفهم معناها يعني تقل لدارما تقل لله فما أفهم شو يعني الله بالضبط مثل الشخص يعني مثلاً أدما يأتي من من السومريين مثلاً يقول له الله يقول له شو يعني ما أفهم شو يعني الله ويرى الناس يسلمون على بعضهم يقول الله يوفقك و الله يزيدك و الله يرفع من شأنك و الله يرزقك فواحد من السومريين أو شخص من الهنود يسمع هذا الكلام ما سامع بهذا الكلمة سابقاً فلا يفهم ما يجري يعني بالضبط مثل الشخص جاي من عصر آخر ويشوف الناس يتداولون بعملة اسمها الدولار فيرى هي ورقة نقدية ليس أكثر فبالتالي لا تعني له هذه لا كلمة الله تعني له شيئاً ولا كلمة دولار تعني له شيئاً يعني هنا العملة الروحية مع العملة المعدنية أو الورقية كلاهما لا يعنيان شيئاً بالنسبة لهذا الشخص الذي أتى من أفق آخر أو من جو آخر أو من عصر آخر فلكن هي القضية أساسية جداً يعني هذا يحدد قيمتك أنت وربما حتى ممكن أن يهدر دمك على أساسها فلابد أن تفهم اللغة لغة التبادل الرمزية بين الجميع وكل إنسان يجب أن يفهم هذه اللغة حوله وإلا يعني ممكن يتورط ورطة كبيرة وربما يعني أنا بمناسبة الذكر حادثة هساً ذكرت حادثة صارت وحدة هي من ملايين حوادث طبعاً لكن هذه الذكرها اللي قريبة وكانت قاسية جداً كان في يوم طلع فيديو اشتهر كثيراً من شخص واحد من قادة داعش الثانويين يعني قادة المشهورين بالقتل والإجرام والتشدد اسمه كان مشهور المهم هذا الشخص يعني 2012-2013 يعني قبل أن تحتل داعش مناطق واسعة قبلها بسنة يمكن أو بعدها ما ذكر المهم كان هذا الشي يسوي هو يا أربعة خمسة طلع الفيديو اللي شفناه الموجود على اليوتيوب كان كان قاطع الطريق كانوا مخفين سيارات شاحنات طويلة تريلة يعني ومنزلين السواق من أدها وعلى الأرض بالطريق بين الرمادي والحجود الأردنية ذو لحطية مساكين يجون من أما من سوريا من لبنان يجون من الأردن يعني شاحنات تلقي البضائع بين العراق وبين لبنان والسوريا والأردن موقفهم أربعة خمسة فأحاطهم يعني جاثين على ركبهم وجاي حاسب أنت شنو السؤال كان يعني كان السؤال أنه أنت يعني كم عدد ركعات بصلاة الفجر اللي تتأكد هو هل أن هلو مسلمين مضبوطين أو لا هل هم يعني يعني إيمانهم دقيق أو لا المساكين كان عليهم أن يجاوبون على هذا السؤال وهو النتيجة كانت أنه كلهم فشلوا بالإجابة على هذا السؤال القطير فالأخ يعني ما قصر زخهم بالرشاشة مالته وقتلهم بقى بس واحد يتوسر بيقال له لا أنا أعرف أعرف جاوبة قال له أربعة أو خمسة ووراء السن وراها كان المسكين يتوسر يعني إنسان مسكين ورشقه برشقة رصاص من سلاحه وقتله المسكين يعني مشهد كان أنا ما أشوف هاي المشاهد يعني بشكل دائما أتهرب من المشاهدها لكن هذا المشهد من النوادر اللي شفتها يعني واللي يعني تركت أثر عميق في نفسي وأزعجني كثيرا لكن هنا السؤال هو السؤال للقضية يعني ما معنى أن تكون مؤمنا بإله ما هذا الاختبار اللي قدمه هذا الداعشي هو بتضبط هو نفس اختبار الذي يقوم به أي متدين مع الآخرين أي متدين من أي دين يعني جميع البشر هكذا دائما يحاول يختبر الآخر ويشوف ما معنى أن تكون أنا هل درجة إيماني بشيء معين ودرجة إيمانك هل هو أنت مختلف معك كليا هل أنت تعامل بعملة روحية مختلفة عن عملة الروحية وإن كنت تعامل بنفس العملة الروحية يجب أن أتفحص الأمر جيدا هل أنت يعني درجة التقارب بين عملتك الروحية ودرجة التزامك فهذه القضية المهمة هذا الرجل الداعشي هو نموذج قاسي وعنيف لهذه القضية اللي أريد أن أشير إلها هذا هو بالمعنى هذا هذا الشخص يعني هو الذي يحدد قيمة الله بعرفه يعني هو الذي يحدد يعني بعض ينتقدها يقولك أنت لا تعرف الله حق معرفته أنت يعني تتبلع الناس يعني أو تريد أن يكون الله بطريقتك أو أنت لم تفهم لم تتلقى في الدين الحق ولم تعرف الله حقق أو لم تقدر الله حقق قدره أو لم تؤمن بالله يعني كما هو لكن أنت شططت وخرجت على الأرف الإله لا بالعكس هذا الشخص هو مؤمن بالإله لكن لماذا؟ لأنه هو بالأصل القضية هوين؟ قضية أنه أنت الإله هو ابتكار بشري وهو حاجة بشرية لإجادة التعامل بين بعضنا البعض فبالتالي هو البعض يعني يمضي شططا بالموضوع ويظن ما هو خارج المتعرف عليه هناك إساءة بالفهم يعني مثل وحد يتعلم السياق السيارة مثلا والكل يؤمن بالقواعد المرور لكن مو كل الناس يفهمون هذه القواعد بالطريقة الصحيحة هذه القواعد موجودة لكن ربما واحد يخطأ خطأ معين ربما أكو ناس مثلا يظن مثلا الإشارة التي هي بالناقص يعني أنها طريق واحد يفتهم أنها هي طريق يمكن يفهم عكسها يفهم بأنه أنت بدل ما أنت تمضي بهذا الطريق هو طريق ممنوع من القادمين وليس المغادرين يعني هذه إشارات المرورة كلها نمرين بها خاصة أن يسوقون يعرفون مدى الارتباك في بعضها فهو نفس الشيء القضية أنه هناك أناس يؤمنون بشيء هو خارج السياق المتعرف عليه أو يتلقى المعلومة بطريقة خاطئة فهم الدوائش عادة مثلا هم من الناس الذين تلقوا طريقة خاطئة وبالمناسبة ربما نحن المؤمنين الآن أغلب المؤمنين الآن هم تلقوا هذا الدين بطريقة خاطئة لكن هذا الخطأ هو استمر وأصبح هو الخطأ الشاع أو الخطأ المهيمن وبالتأكيد هي كلها عبارة عن مجموعة أخطاء متفق عليها لكن هنا المسألة ما دامنا اتفقنا على الشيء هي كلها مساء رمزية وشفرات توضح العلاقات بما بيننا فبالتالي لا بأس بأن يكون هناك أخطاء ما دامت أخطاء متفق عليها ومتعارف عليها فلا بأس وعليها يقول هذا هو الله بعرف هؤلاء من الدواعش أو من الملتمين إلى مذهب الشيئي أو مذهب مسيحي دائما لديهم صورة للإله اللي هو يعني يعني مرموز أو معادر رمزي للعرف والتقاليد التي يتفقون عليها أو الذين التي تربوا ونشأوا على أساسها هذا يعني ما يحدد شفرة أو الإله هو شفرة التواصل بين جماعات محددة وهذا العملية كلما أنت أجدت تعبير عن هذه الشفرة وفهم هذه الشفرة كلما أنت أصبحت فرصتك بالتمييز فيما بين جماعتك أكبر هذا أيضا يفسر هذا التناول وهذه الطريقة بالتناول يفسر لماذا ينتشر الإيمان الديني بين الطبقات الفقيرة وقليلة التعليم وينجح معهم غالبا لأن لأن هذه الطريقة طريقة سهلة جدا أسهل طريقة للتعارف فيما بينهم وتقييم بعضهم تجد كلمات الله دائما منتروع على أي مكان الله يوفقك تقريبا خمسين بالمئة من الكلمات تجد كلمة الله فيما بينهم تدور فيما بينهم وهذا لماذا هذا التكرار التكرار بشكل يعني أحيانا متذير للاستغراب لمن ينتبه لكنهم يمارسونها بطريقة طبيعية ولكن كل هالهدف هو إدامة يعني مثل يعني تزييط العتلات العلاقات يعني إذا اضطررنا المجماعة البشرية المؤمنة بقضية معينة أشبه بجهاز أو آلة ضخمة الكل مثل جسد كل ما تدعى منه جزء يعني ناداه للجزء الآخر يعني جسد المؤمن كجسد واحد كل ما تدعى منه جزء قام له أكوه مثل فهي بنفس الشيء الجسد المؤمنين أو الكتلة الإيمانية المكونة من المؤمنين أو المصلين أو المؤمنين بهذا الإله الإلهسين مثلا فهذا الإله هو كل ما تكررت كلمة الإله كل ما تم تشديد أواصر العلاقة فيما بينهم هذا الإله الموجود هو دائما يصعد قيمة العلاقة بين الأطراف جميعا وهذا الحساب تلاحظ كل ما تكرر اسم الله كل ما هدأت العلاقات بين الجميع ومرات تشوف تصير معركة أو تصير خلاف وكل اهدوا اذكروا الله اذكروا الله اهدوا يا جماعة الله يوفقكم الله هو يحل المشكلة فتلاحظون كلمة الله تتكرر خاصة بالمواقف اللي بها نوع من التماحق أو الاحتكاك بين جماعة المؤمنين أو حتى غير المؤمنين فالله يهديكم الله يوفقكم الله يرسقكم والله يعوض والله كذا فتلاح من شوفون هذا الابارات تتكرر وهذه ليست يعني موجودة مجرد حشو كما يعتقد كثيرون لا هي ليست حشو هي الها اهمية خطيرة وكبيرة جدا وتستحق من ان ننتبه لها ونجري بحوث عليها لنعرف وانا متأكد راح نكتشف اشياء كثيرة جدا انا مجرد اعطي اشارة لهذا الموضوع واعتقد هو مهم وجدير بان يعني نركز الانتباه عليه من قبل الباحثين خاصة فقلت ان الايمان بالله دائما ينتشر بين اكثر شيء بين الطباقات الفقيرة هم اكثر هم ايمانا لانه الفقير يحاول ان يثبت بانه هو جزء من الجماعة المؤمنة دائما هناك الشك باخلاص وهناك نوع من التفكير بانه سيقاوم ايمان الايمان بإله الجماعة او بقوانين وشريعة واحكام الجماعة على حساب جوعة وفقرة لا هو دائما يحاول الفقير يثبت بانه هو يعني على قدر المسؤولية وفاهم ما يفهم ما يجري وايضا عند نوع من الاحساس بانه لم يفهم حقيقة هذا الايمان فبالتالي هو رح يرتبط اكثر برجل الدين رجل الدين يستغل اكثر ويجعله تابعا له لا لا يدرك لأنه فقير ما عند حل آخر غير انه يحاول ان يرفع رصيده داخل الجماعة ويرفع تقييمه في كل ما امن بالله باعتباره هو الايمان بالله هو النوع من التقييم وكل ما اثبت ايمانه اكثر كل ما زادت فرصته بان يحظى بالاهمية اكثر فبالتالي تشوف الفقير اكثر الناس الذين يدافع من اكثر الناس الذي المدافعين من اكثر الناس المدافعين عن الايمان وعن الدين وهذه الحقيقة يفهمها رجال الدين خاصة لهذا سيجدهم موجودين دائما في داخل المجتمعات الفقيرة ويزرعون في داخلهم الخرافات ويعقدون الامور على الفقير والمسكين او قليل المعرفة لانه يشعر بانه هناك الشيء لا يفهمهم يعني مثل واحد هو قدرات المعرفية بسيطة وليس لانه بالتكوين يعني لا يفهم او قليل المعرفة لا بانه لم تتح له الفرصة لانه تعلم مثل بقية الطبقات الاخرى فبالتالي هذي يستغلوا يعني فبالتالي عندما تجد علم على فتشي انه يسوق سيارة مثلا او يصلح سيارة او يعالج او يتعلم اشارات المرون هذا مثال جيد فهو لا يفهم هذه اشارات المرون ويحفظها فقط لكن لا يعرف معناها لا يعرف شبكة الالاقات شبكة الطرق بين الجميع لماذا هذه الاشارة هي ممنوح هنا لماذا هذا صحيح لماذا يجب ان تشعر اشارة للذي يأتي من اليسار الى اليمين لماذا هذه كلها قواعد هو يأديها بدون تفكير لكن حتى المطلعين اكثر يعني تجد بعض الاشارات لا يفهم شون سببها لا يعرف الا الخبراء يعرفون بالموضوع فهذا الامر هو يعني الايمان بالله هو نفس الشيء هو مثل الايمان بعلامات المرور لكن على مستوى على بعد بسيط اشارات المرور فالايمان بالله هو هكذا انت مثلا هذا ايمان بهذه العلامات المرور تختلف عنها مثلا في استراليا او في انجلترا لان اشارات المرور السياقة ستصبح على البني اليسار الى اليمين فبالتالي انت هناك ستواجه مشكلة خطيرة جدا الايمان بالآله هو نفس الفكرة لكن على مستوى اعقد بكثير وتدخل فيه الجوانب النفسية والجوانب الايمانية والفكرية والجوانب الطقوس والعادات والامزجة والمصالح كل شي يدخل بها لكن جبنا مثال الاشارات المرور او قانون المرور كمثال ممتاز يوضح انه جانب بسيط من الجوانب الدينية التي يؤمن بها البشر او جانب بسيط فنقدر نقول انه قانون المرور هو الله فيما يتعلق بالطرق او نظام الحركة النظام التي تسير على اساس المركبات وجميع انواع الحركة داخل داخل المدينة او المنطقة محددة او بلد محدد فهذا الاله هو الذي يحدث هذا الاله دائما معه شريعة او معه نظام الالاقات او معه طقوس معين او تجمع الجماعة البشرية الكعبة هي عندما تنظر اليها تقول ما هذه لا تبدو لها القيمة لكن هي القيمت في تجمع الناس حولها او الناس الذين تجمعون حولها هنا القيمة فعندما انت تجي يجي عمر يقول لك انا لا امن بك اعرف بانك حجر لا تضر ولا تفعل شيئا لكن انا رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك هنا الفكرة هو القضية هو انا اهتم او ينال هذا الشيء اهتمام من عندي فيجب على وينال اهتمام الجميع هذا معنا اهنا اجتمعنا على شيء واحد هذا الاجتماع هو القضية وليس الحجر او التعبة او المرقد او المعبد او اي شيء من هذا القبيل وعليه الامان بالالهة هو اسهل طريقة للتعرف على بعضنا البعض وتقييم بعضنا اه وهو بالتالي هو بالشكل ما مناظر لتقييم بعضنا من حيث القدرة المالية اه انا اندي محاضرة قديمة بس ما الاسب ما نشرتها عن الالاقة الالاقة الله بالمال والصفر في الرياضيات اه هذه الله والمال والصفر ثلاثة مفاهيم وتجتمع جميعا بقضية واحدة وهي انها جميعا بلا معنى ولا وجود لها ولا يمكن ان يكون لها وجود اصلا وان وجدت فسيفسد تفسد الفكرة او يفسد المفهوم نفسه الله بالتالي كما قلت هو العملة الروحية واحيانا تكون هذه العملة الروحية اكثر اهمية من العملة الورقية او المعدنية بدون التداول اي جماعة بشرية لا تتداول بهذه العملة الروحية التي هي الله او بهذه العملة المعدنية او الورقية التي هي دينار او دولار او اي تسمية كانت بدون هاتين العملتين الروحية والمعدنية او الورقية او المالية لا يمكن لأي جماعة بشريا تنجح في التواصل والتعاون فيما بينها انا ازعم ادعي هذا الادعاء بانه هناك دائما في اي مجتمع بشري نذهب لفحصه ولدراسته ولمعرفة تفاصيله وتعرف معرفة كل شي عنه علينا ان نبحث عن العملة الروحية والعملة المادية التي يتعاملون فيها فيما بينهم وبينهم من جهة والاخرين من جهة اخرى بالتالي هذه خلينا نفهم لماذا نجد الله في كل الجماعات في جميع المجتمعات او الجماعات الله او ما يشبهه لماذا نجد احيانا اكثر من اله لانه هناك عدد كبير من العملات الروحية مثل ما هناك عدد مختلف من العملات الورقية او المعدنية او المالية بتسمية العامة وهذه العملات مع الوقت نجد اي عملة هي التي تثبت نجاحا احيانا هناك بعض الجماعات تبدل الهتها كما اشرت مثلا بايام السومارين والاكاديين كانوا تصير هناك اه 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 تعاملات تجارية اه قرأتها ببعض الكتب اللي يتحلق بتاريخ العراق القديم تصير تعاملات تجارية بين مدينة ماري مثلا اللي هي على نهر الفرات بين العراق والسورية حاليا ومدينة اكد مثلا او مدينة السبار او بابل القديمة فكيف يتعاملون تجاريا ما كان اكوا عملات نقدية كانوا يتعاملون على اساس الالهة هناك جدول بالالهة هذا الاله مثلا النبو هذا الاله جموزي هذا الاله كذا هذا الاله كذا فكل الاله الى قيمة فعندما انا تاجر ابيع لك حاجة فأقول لك انا ابيع لك حاجة وفقا للاله نرام الاله سين ان تتقل له هذا الاله سين لا يتكافأ مع فعندما نمضي العقد على اساس الاله سين بالاله مثلا الاله السوري مثلا او شامي او اله ماري ما اذكر حدد اعتقد اتم اله حدد فانا امضي العقد معك باسم الاله حدد وانت تنضي الاله معك معي باسم الاله مردوخ وليس سين لان هذا قيمته مع حدد متساوية فتلاحظون عندما تدرسون هالمسألة تأكد انه فكرة الاله هي فكرة التعامل الروحي او من خلالها نستطيع تقييم بعضنا ومن خلالنا نستطيع ان نقيم علاقة فيما بيننا ونعرف نعرف درجات او نقيس ما يحدث بين النقيس يعني دور كل واحد من الاذنه وحجمه واهميته وما الى ذلك مثل ما ان هناك انسان غني يمتلك كثير من المال او الاشياء هناك انسان ايضا غني يمتلك كثير من القدرات الروحية والثقة في التعامل يعني انا اذا ما عندي ثقة بك كيف اتعمل معه الثقة مسألة لا يمكن ان يعني طلحها بورقة وقلم وتكتبها لا لابد ان تشعر بها لابد مسألة شعورية فبالتالي الاله موجود عندما اشعر بانك امام بالله انا اثق بك اكثر الاله بالتالي هو درجة ومحرار الثقة بيني وبين الاخرين وكل اله الى قيمته الى وضعه واحيانا الثقة بهذا الاله احيانا اله متقلب مثلا مثلا اله الطقس لا استطيع ان اؤمن به فبالتالي انا ما تعمل معك على اله الطقس وهكذا بأيام ما قبل التوحيد كانت الامور هكذا وعليه كما قلت نجد دائما هناك الاله في جميع المجتمعات او مجموعة من الالهة وكل وحدة الهم ومواصفاتها طبيعتها وحاجتها فهي بالنتيجة تكون دائما وسيلة للقياس وفقا لمعايير الجماعة البشرية فهي كانت الطريقة الوحيدة لتحديد الرتب الاجتماعي بين افراد الجماعة لهذا السبب عندما انا كما اشرت بالبداية عندما انتقد الدين في قناتي وهي قناتكم جميعا اقرأ احيانا كثيرة تعليقات غاضبة جدا وصاحب التعليق هو لا يعلم انني اعلم ما يشعر به واعلم سر غضبه وما هو الهدف من اعلان غضبه في هذه القناة رغم وجود الاف القنوات لماذا يأتي هنا في هذه القناة ويؤلن عن غضبه ممكن يختارها قناته ويسكت الجواب لانه يريد ان يثبت نفسه ان يثبت نفسه داخل الجماعة ويريد ان يقول للجميع انظروا انظروا هذا انظروا ماذا فعلت انا دافعت عنكم ودافعت عن هذه القيم ودافعت عن ولم اجعل ان القيمة التي نحن عليها هذا الاله الذي نؤمن به لم اترك فرصة لأحد ان ينال منهم ان ينال منهم هذا الاله يبقى عالي ومرتفع وهو اعلى من الجميع هو اكبر من الجميع حتى العبارات الدينية الاسلامية هكذا دائما هو اعلى من الجميع واكثر اهميا من الجميع وقيمته لا لا يمكن ان تعادل اي قيمة اخرى فبالتالي هذا الشخص يرد علي بشكل غاضب ويحاول هدف الوحيد طبعا دائما هو مهما كان الدرجة الذكاء حتى كان عبقري زمانة ولغته من اللغة الرفيعة وعلمه علم الاولين والاخرين فهو بالنتيجة هو مدافع هو شخص حارس يعني يعني يدافع فقط ما عنده رأي واحد فقط ان يثبت وجوده داخل الجماعة ويريد ان يرفع مرتبته داخل الجماعة وكأنه يقول يا اخوان انا شوفوا ماذا فعلت امنحوني درجة في سلم الدرجة اعلى في سلم الرتب الروحية داخل جماعة المؤمنين هذا الهم التراتبي هو ما يسمونه الايمان او الزيادة في الايمان انزيادة الحسنات هذا الهم التراتبي هو هذا يعني لا غنى عنه بالمناسبة يعني عندما ترى المؤمن داخل الجماعة البشرية هو دائما عنده هذا الهم دائما حتى الموظف حتى على مستوى الدولة الحديثة المؤمنين لأن دولة الحديثة هي نوع من انواع الدين هو الاله الحديث الاله المعاصر والدولة الحديثة هذا الاله الذي لا تراح هو موجود في كل مكان لا تستطيع ان تفعل شيء بدون ان تلتزم بقوانين هذا الاله وهناك درجات من التقييم لك دائما عندما تبحث عن وظيفة يسألون عن ايمانك سابقا بالدين بالله الذي يؤمن بها الجميع الآن بالدولة الحديثة عندما تذهب إلى تتعين بمكان معين يسألون عن درجة التزامك بالقوانين بالشريعة شريعة هاي الدولة أو هذا الاله فعندما طلعون الآن أصبحت مسألة كلها موثقة يطلعون شوفونك تمزجون مسوي مجريمة أو سارق أو عامل عاملة سودة أو مختص أو مسوي شيء تطلع عليك القائمة كلها خاصة بالدول الغربية الدول الغربية تأمل شيء عمرك 15 سنة يسير عمرك 70 سنة وبعدها مسجل عليك وإنما تروح تلقاه قدامك أي مكان تأمل به تلقاه أمامك هذا الجزء يعني بعض يعتقد الغرب من سهولة الحياة يعني أموما فهذا الهم التراتب هو موجود لهذا يشوف كل إنسان يحاول أن يثبت أنه إنسان صالح أو مؤمن صالح أو مواطن صالح لأنه هو رصيد يعني رصيد الروحي أو يريد يرفع قيمة عدد أو عدد العملات الروحية التي يحوز عليها مثل ما يريد أن يزيد عدد العملات المعدنية أو المالية لديه يعني يرفع قيمة علاقة مع الآخرين روحيا أو إلهيا أو رسميا عند الدولة أو عند الإله وبالوقت نفسه يرفع رصيد المادي هاي الحالتين لأنه المادي موجود و مادي عيني لا تستطيع أن تقول أنه هذا بيت هذا مزرعة هذا ملك هاي سيارة هاي حاجات عندي بضاعة أدي أملاك عينية يعني أملاك مالية ورقية فهي نفس الشيء هذا مادية موجودة لكن الروح هو الأساس لأنه الجماعة البشرية لا يمكن أن تجتمع بدون وجود رابطة أو غراء غراء روحي مثلما يوجد الغراء داخل قطع الخشب فهذا القطع تتجمع مع بعض الشكل الجماعة البشرية وعموما هذا الهم التراتبي لا غناء عنه ولا توجد أي طريقة أخرى لتحديده وأود أو لتبديله نعم هناك بالتأكيد تراتب هرمي وظيفي تراتب إعلامي سياسي فني كل واحد قده موهبته هناك تراتب سلطوي هذا مسؤول أعلى من مسؤول آخر لكن دائما الهرم الأكبر أو القضية الأساسية التي تتعلق بالتقيم تكمن في هرم الدين أو ما هو مماثل الديني اللي عبرت عنه بالدولة الحديثة والإنصياع اللي قوانينها والالتزام بالشرائع وكل ما يتم الاتفاق عليه لأن بدون هذا لا يمكن أن تقيم الجماعة أفراد يقيم أفراد الجماعة بعضهم البعض إلا بهذه الطريقة عبر هذه الطريقة أو العملات الروحية عن طريق الإله أو الله والذي يتكرر في الحديث فيما بيننا بشكل مستمر خاصة لدى المسلمين يعب تقيم الجماعة أو تقيم الجماعة بعضها البعض لحظيا ولا شعوريا وربما حتى إلها علاقة بيولوجيا إلها علاقة بالتطور ربما هذه مسألة أخرى يعني نعتقد أنه الدين هو إلى جذر داخل الإنسان في رحلة التطورية من ملايين السنين حتى يومنا هذا كان الدين هو العامل أو التجربة الدينية كلمة دين غلط يعني التجربة الدينية التي تجربة الدينية لأن الدين كلمة لخمة جدا وتحمل معاني كثيرة تجربة الدينية كانت هي التي ترفع من العملة الروحية بما يسمح بتشكيل جماعة متماسكة هي التي جعلت الإنسان قادر على أن يبقى و يحافظ على في ابتحان البقاء بينما يعني انقرضت أجناس أخرى وأنواع أخرى من البشر خاصة أن يهم النياندرتال و قبل استرالو كوبوس أسماء كثيرة ما ذكر اسمها بالضبط لكن هؤلاء كلهم القرض الذي استطاع النجاة هو الذي كانت لديه عملة روحية عالية القيمة هذه العملة الروحية التي ساهمت بأن يتكاتف أفراد جماعة البشرية مع بعضها ويصبح يصبح التسابق على من يحوز على هذا على أكبر قدر من العملات الروحية هو الذي ستكون له يعني الحظوة داخل الجماعة البشرية الآن بعد الفاصل سأتحدث عن موضوع وجود الآلهة وما هي صلتها بالقوة الكبرى وهل أن الله هو الذي خلق هذا الكون أم أن المسألة هي يعني لها علاقة بقضية أخرى مختلفة تماما بعد الفاصل أهلا 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 أصدقائيا مرة أخرى أنا أعتقد قلت بأن سر الإيمان بالآلهة لا يتعلق بوجود الآلهة وصلتها بالقوة الكبرى هذه لن تكون مؤثرة جدا ربما هذه الآلهة تقدم الشيء ونقيضها ربما تتعارض فيما بينها الأفكار وربما الكهنة يضخمون الموضوع بطريقة أو بأخرى ولهذا السبب تجد أنه هناك تناقضات كثيرة فكيف بهذا الإله الذي يخلق هذا الكون الذي يتكون من مئات المليارات من المجرات وليس من الكواكب والمنظومات السمسية يهتم بما فعله أبو لهم مثلا أو يهتم بزواج الرسول من ابنة أو زوجة ابنه بالتبني أو يهتم بقضايا أخرى بسيطة فهذا التناقضات هي الكبيرة والسبب الرئيسي أن هذه الآلهة هي آلهة بالحقيقة هي آلهة إلى علاقة بالجماعة البشرية كما والعلاقة هي معادر رمزي للعملة الروحية التي يتعامل الجميع بها مثل ما نتعامل الآن بالدولار هو عملة رمزية أو الدينار أو الدرهم أو الريال هذه كلها عملة رمزية هي أسماء تلك أسماء سميتموها أنتموها يعني حتى القرآن قالها فبالتالي هذه التأسماء لا تعني بأنه الهقيمة بحد ذاتها أو هي موجودة فعلا أو ملموسة لا وجود المال غير موجود والآلهة غير موجودين لكن الموجود هو نحن هذا هذا الإله هذا القانون هذا الشريعة هذا النظام من الألاقات هو الذي يعيد تشكيل الجماعة ويطور الجماعة ويقرر ما هو صالح ما هو غلط ما هو صح ما هو جائز ما هو ممكن ما هو مأمول وهكذا فبدونها لا نستطيع بالتالي كم عدد لدينا من عملتنا الخاصة هذا هو يحدد قيمتنا فقيمة الإله الإسلامي مثلا أقل من قيمة الإله الأمريكي لأن أمريكا هي الاقتصاد الأكبر دولار هو الدولار المهيمن على العالم وهناك يورو وهناك كذا أما العملة الإسلامية فلا وجود لها يعني موجودة عملات محلية بسيطة هذا هو قدر الإله الموجود بالوقت نفسه يعني القدر المالي هو معادل القدر المعدني أو القدر الروحي قدر الروحي ومعادل للقدر المالي الروحي والمالي فبالتالي عندما تذهب إلى الدول العالم المتقدمة تجد أن هناك قدر من قدر عالي جدا ماليا لكننا من جهتنا نحن نرى بأن هذا القدر المالي لهم لا قيمة له والقدر الروحي الذي يسمونه قدر يعني العملة الروحية الخاصة بهم التي يعني الشرعية أو الروحية التي تسمى حداثة أو علمانية أو وتفر يعني هذا بالنسبة لنا نحن نعتبرها لا قيمة لها لأن هذا عملة بالنسبة لنا قاتلة أو مؤذية أو تدمر العملة الروحية التي ورطناها عبر الفي عام مثلا فبالتالي هذه العملة التي تعاملنا بها لا تعنينا شيئا أما العملة المادية فهي تبقى موجودة يعني هذه العملة المادية يعني الحمد لله لا يمكن أن تكون يعني فاقدا لأنها علاقة بالمادة لا تستطيع أن تخترق قصصا كثيرة أو توهم الآخرين بأن هذه العملة من يملك مثلا سفينة أو طائرة أو ألف طائرة حربية مثلا هذه مسألة مجرد بالأوهام أو بالأحلام لا هي مادة موجودة نسأل على الأرض لا تستطيع أن تدخلها في مزايدات وهمية غير من موسى فبالتالي العملة المالية دائما هي العملة الحقيقية والتي أحيانا يتتحج العملة الروحية يعني من يدع يعني الذين يرفعون من شأن العملة الروحية دائما تجدهم قريبين جدا للعملة المادية يعني هناك تقارب كبير فيما بينهم ويغشون الجماعة البشرية التي ينتمون إليها بأعتبار أنه كان مؤمن بالله فخلص أنت موافق على الموضوع وتثبت دائما بأن عملتك الروحية عالية جدا حتى تكسب من العملة المالية فأنت كل ما أنت مضيت أكثر في إثبات ولائك للعملة الروحية أو للإله الذي يربط بينك وبين الجميع ستكون فرصتك أكبر في الحصول على المال وهذا بالفعل الذي يجر حاليا لأسف يشوف الفساد اللي علاقة بالانتماء الديني كل ما أنت عملتك الروحية ارتقيت بها وكل ما أثبت ولا أكل هذا الإله وحرصك عليه كل ما أنت الناس قدموا لك الهدايا والدعم بطرق مختلفة لأنهم أيضا يريدون أن يزايدون عليه فتصبح الحياة مزايدات روحية كل ما زايدت الروحية كل ما زادت فرصتك بالحصول على فرص كبيرة داخل الجماعة التي تنتمي إليها أو الدين الذي تنتمي إليه يعني الجماعة والدين أنا دائما عند محاضرة قديمة أقول بأن المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة اجتماعية يعني الجماعة البشرية هي نتاج للدين الذي تتشكل منه نمط علاقاتهم وليس العكس هذا موضوع آخر ممكن تراجعوه عندي جزئين حلقتين قد قبل سنتين أو أكثر قدمتهم وعليه فهنا أسأل سؤال ماذا يحدث مثلا لو وجدنا من يتعامل معنا أو داخل جماعتنا من يتعامل بعملة روحية مختلفة يعني يؤمن بإله غير الإله الذي نؤمن به أو هناك نوع من الاختلاف بالإله الذي يؤمن به فورا سيتغير التعامل كليا معه وهذا مؤشر على معنى الإيمان بإله فعلا يعني عكس ما يتخيل المؤمن فعلا أنه أنت كباحة عندما ترصد هذه الحالة ستفهم أن المسألة ليست أنه هناك إله للكون لا بالعكس تماما أضرب مثالا هناك جماعة مثلا جماعة سين تؤمن بإله يدعى صاد يجى مؤمن أو شخص مؤمن بإله يعني هناك إيمان بإله صاد يجى واحد مؤمن بوا هنا جماعة سين التي تؤمن بصاد فورا تجرع عملية تقييم لجميع أفراد الإله وا يعني هذا الشخص يؤمن بإله آخر بالتالي فورا أنت ترفع الجدران عاجزة بينك وبين أو بين جماعته فورا تتغير طبيعة العلاقات معك معه كليا سلوكيا وحتى اقتصاديا وقد يؤدي هذا إذا كان هناك إشكالات مع الجماعة واولية فورا شخص تبينه هو العملة الروحية التي يتعامل بها مختلفة عن عملتك الروحية ربما تلك العملة الروحية أو ذلك الإله هو من أكبر منافسين لك قد تؤدي إلى معركة شديدة بينك وبين جماعته وقد يؤدي هذا إلى قتله أو يعني وهذا كثيرا ما حدثت هذه الأمور السؤال هو ماذا حدث بالضبط هذا الذي اشرحت تقريبا سعيد من جديد لماذا أصبحت هناك مشكلة يعني بالضبط يبدو سؤال بسيط لعمه مشكلة أن هناك شخص يؤمن بالإله صاد وأنا أؤمن بالله صاد أو هو بالإله وأنا أؤمن بالإله صاد أنا وجماعتي ما علاقة هذا الإله بالموضوع كله بعلاقتي بيني وبينك لماذا نحن جميعا نتحجج نخوض الخلافات أو الصراعات أو بالعكس نتفق مع بعضنا لماذا نتحجج جميعا بأن ما نفعل هو أوامر الآلهة أو الصحابة بمعنى الإسلام السبب عقليا بسيط جدا وهو أن الإله كان الاختراع الذي يعالج ويمتخصص بتحديد طرق التعامل مع المختلفين والمؤتلفين أو المتحالفين هو موجود خصيصا لتأدية هذه الوظيفة من هنا نفهم سر الإيمان بالمطلق به يعني الإيمان المطلق دائما نحاول أن نؤكد بين المؤمنين به بشكل مطلق لأن بدونه لا يمكن الحياة أن تستمر بين بعضنا البعض بشكل مضبور الأمر الأهم أننا جميعا كأفراد مؤمنين بهذا الإله لن ندرك يوما بأن هذا الإله غير موجود دائما نؤمن بأن هذا الإله موجود بل أن البعض عندما تقول لهذا الإله ما موجود يقول لك هل أنت عاقل يعني يعني معقولة كيف يندهشون أنا لأمن بوجود هذا أوهام وقرافات الأغلبية المؤمنين أو أغلبية البشر وهما غالبا ما يكون المؤمنين يقول لك هذا كلام غير معقول يعني يندهش من تقول هذا تتحدث عن كأن لا وجود له ولم يره أحد يوما يعني بالضبط أنت حكاية ثياب الإمبراطور عندما أتى الإمبراطور وقالوا له هذة ثياب جميلة لطيفة هي بالحقيقة لابس شيء شفاف جدا وخرج عاريا فالكل يصفقون ويهللون ويقولون ما أجمل هذا الثوب الجديد وما أعظم هذا العمل الذي أدى خياط الإمبراطور لكن طفل صغير لم ليست لديه فكرة عن الحكاية حكاية الإمبراطور وثوب الإمبراطور قال يا أخوان ترى الإمبراطور عاري ترى الإمبراطور التي لا تفهم شيئا فبالتالي هي نفس الفكرة هؤلاء سيستغربون ويقولون لك الإله الله موجود أنت شخص مغفل أو لا ينكر وجوده إلا المغفلين عليك أن تراجع عقلك أنت شخص أنت شخص ممسوس أو أصابك الجن أو لفحتك الآلهة الشريرة بشرارها ونارها حتى قرب الصورة أكثر كما قلت الله مثل الأملة المعدنية أو الورقية هذه الأملة يعني ممكن إذا كانت موجودة إذا كان العنس موجود راح يأكلها إذا شاف أنه طعامها طيب لكن كل مثلا لأحد أن المال لا وجود له ليش تقتل نفسك من أجل الحصول على هذا المال وتأمل ليل نهار من أجل أن تحصل على أوراق نقدية تخبيها تحت الوسادة مثلا هذا طبعا راح يستغرب يقولك المال هو كل شيء أنا أمود ممستعد أمود جوع من أجل أن أحصل أو أمود جوع بدون هذا المال ومهما حاولك يعني مهما حاولت ما راح يفهم بأن المال لا وجود له يعني المال هو إير موجود الناس تؤمن بموجود مثل ما تؤمن بالإله المال كذلك مثل الإله هو مجرد فكرة ذهنية في رأسنا كل ما في الأمر احنا اتفقنا على التعامل بها فيما بيننا وبالتالي كل ما زاد رصيدنا منها أو رصيد آن الشخصي منها أو أنت زاد رزقك وتحسن حالك هذا الحال نفسه مع الله إنه موجود فعلا في ذهننا ونتداول بعملته بيننا يوميا ولحظيا لكن هناك من لا يتعامل بها بالتالي هذا لن يقبل منه وحتى عندما نراجع القرآن هو يقولها تقريبا بشكل واضح مثلا يقول من يبتغي غير الله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني لا نتعامل بعملة أخرى هذا الإسلام هو مالتنا هذا الدين مالتنا لنشتغل بيهنا هناك آخرين أنا ما نقبل عنده هذا الشيء وبالضبط هذه الدولة نتعامل بهاية العملة فأنت تجي تبيعني بالياني الياباني يقول لك أنا ودي هاني شا سوبي هذا فهي الفكرة هكذا بالضبط يعني حتى لا تشوش ذهنة نفهم الأمور بهذا الطريق هي هكذا وليس أنا لا أضرب مثلا هي هكذا فعلا أنت مجموعة مسلمين مؤمنين بهذا الشريعة بهذا الإله الذي يدعى الله فأنت تجي تبيع لإله اسمه كونفوشوس أو بودا أو يعني شاوسين فما ترهم ما حاجة عمل به وأيضا هناك مثلا من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه أيها المعناته وهو في الآخرة طبعا القرآن ما لا يقول وهو في الآخرة من الخاسرين يعني خسارة هي شنو الخسارة العلاقة بالمال العلاقة بالتقييم أنه قيمتك انها خفضت تماما أيضا هناك حديث نبوي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل أن الله لا يظلم الناس أيضا آية أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم هنا بسورة يونس يقول أنا لا أظلم شيء بالتالي والله لأنه عملة عملة فالعملة لا تظلمك لأنها فارغة لا تعني شيء وتشوف ورقة نقدية لا تعني شيء لكن أنت عندما هي ما ظلمك بس أنت التي تظلم نفسك وتضحي بها أو تقلل من قيمتها أو ترفع من قيمتها يعني أنا مثلا لا أؤمن بهذه العملة قللت قيمتها انتهت أيضا ولا يظلم ربك أحدا فراجع القرآن مثلا تجد غالبا أنه غالبا يضع الله حيث يضع المال الله ورسوله والمؤمنين وأن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم على أن وهناك عقد دائما شوف كلمة المال قريبة لكلمة الله دائما موجودين معا وكأنهما أمر واحد أو متشابه أو مرتبط ببعضهما حكما هذا الحال إذا جبناه مع الصفر بالرياضيات فنجد نفس الحال الصفر أيضا لا معنى له لكن لا يمكن استغناء عنه وإلا أن هدت الرياضيات وكل الحسابات دائماً صفر له قيمة كبرى رغم أن ماكو إنسان عاقل أو مافي إنسان عاقل يدعي أنه يحمل أي قيمة لكن السؤال من أين تأتي قيمة هذا الصفر يأتي من عندنا نحن نحن من وضعنا له قيمة نحن من نسينا بعد ذلك الأمر وحتى أصبحت يعني مناقشة مسألة قيمة الصفر يعني مسألة مثل المجنون اللي غلك الصفر الحقيقة لا تناقش وموجود بالإحداثيات موجود بالأرقام موجود بكل شيء وينما ترحت الصفر موجود وعليه الصفر موجود كما الله موجود كما المال موجود يعني روح افتح حسابك مثلا انفجأة وتجد رقم بصفر حسابك صفر راح تسأل شوف مليون تفرح فهذا تقييمك فعدما يقول هذا رجل مؤمن بالله وهذا رجل مسلم صالح مسلم ممتاز وقائم مصلي ويعددون مواصفاتك الإيمانية انت رصيدك يرتفع روحيا وبالتالي جماعة اجتماعيا او اسلاميا كذلك الحال عندما يقال مثلا عن شخص هذا كافر فهذا قيمته تهبط كثيرا الى درجة انه يساوى بالحيوان نعتبر من النجس والنجس يعني يجوز قتله وتصفيته بدون مقابل يعني بدون ان تخشى اي شيء هنا ممكن نوسى الموضوع بعد ذلك يعني ونقول هل هناك قيمة فعلا داخل المفهوم الله يعني الله موجود مثلا افترضنا هذا الله او المسيح او يهوى او هورامزده هذا الله نفسه وهذا الالسه هل هناك قيمة فعلا داخل الله اي هل ان الله نفسه بنفسه له قيمة يمو القيمة اللي احنا نمنحها هو بحد ذاته هل له قيمة هذا السؤال اترك لكم الجواب عليه واعتقد الجواب سهل جدا لكن من يمتلك الجرع على التصرح به اه انا اتمنى اقرأ جوابكم في التعليقات واصف على هذا ال يعني الطرح اللي شوية بيه يحتاجه تركيز وربما ما يستسيغى كثيرون لكنني حاولا اوثق هذه الفكرة على الاقل اتمنى اشوف جوابكم على هذا السؤال اللي هو هل هناك قيمة فعلا داخل مفهوم الله نفسه الله نفسه كالله هل هناك قيمة بداخله بنفسه وليس القيمة التي نمنحها نحن اليه فاتمنى اسمع جوابكم شكرا جزيلا ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة